أتكلم عن الأسست اللي عمله الشناوي في المباراة الأخيرة ده مش أول مرة يعملها الشناوي يعني قبل كده عملها وهو موجود مع بتروجيت وعملها في النادي لأهل لو يفتكر المواجهة ياهل والزباكة الجنة اللي جابه حسين الشحات عمله كان هو عامل الأسست فده إزاي حارس مرمى لم يعد كمان نصف الفريق ده تجاود نصف الفريق وبيساعم في اللجوم وفي تسجيل الأهداف ولو في التصدي للأهداف فقط يعني فطبعا ميزة كبيرة جدا كمان يا أستاذ محمد خلي بالك أنه يطلع لنصف الملعب بالكرة خلي بالك ده ثقة يعني دايماً الثقة بتيجي وحتى على مستوى اللعيبة لما أنا بلعب في الملعب وعندي ثقة في نفسي وحاسس أن أنا في فورمة كويسة لا بعمل بعمل البلاس بعمل حاجة زيادة ده صحيح يعني ما كانش مطلوب أبداً أن الشناوي يبدأ يطلع لغاية نصف الملعب وطلع في وقت مؤسر جداً وقت مهم جداً في وقت ضايع في ديها 92 أو ديها 95 فنطلع في الوقت ده والنتيجة صفر صفر لو تقطعت خلاص الدنيا بغزت بالنسبالك فعنده الشجاعة وعنده الصحة حتى عندين نتفرج على الماتش ناس بقول ده راح فين بكور فوجيناً أنه يلعبها المروان على طول الحاجة جميلة طبعاً يعني هم أستاذ